أهلا بكم أحباء المشاهدين والمشاهدات من متابعي برنامج أقوى للنبوة برحب بحضراتكم وحضرتكم في بداية حلقة جديدة من البرنامج وحاليا بندرس مجموعة من الحلقات بندرس فيها نصوص من الكتاب المقدس لها علاقة ببناء الهيكل في الأيام الأخيرة ولكن الهدف هو أن احنا ندرس الكتاب المقدس نعرف إزاي نفتح هذه الأصفار اللي في الغالب معظمنا ممكن بيلاقي فيه صعوبة في فتحها ونفهم اللي مكتوب فيها موضوع الحلقة اللي هندرسه النهاردة هو نص مهم وبرضو كالعادة نقول أنه هو ممكن يختلف مع اللي حضرتك بتعتقده أو اللي حضرتك بتسمعيه ولكن في الآخر خالص الحلقة الهدف الأساسي منها أنها تساعدنا أن احنا نفهم تلك النصوص نهاردة هتكلم عن سفر حجي اللي احنا بنسميه حجي أو بعض الناس بينطقوه حجاي أو حجي وده أحد أصفار الأنبياء الصغار في العهد القديم هو حجي ده كان نبي عظيم جدا لكن كتب سفر من إصححين اتنين في أواخر العهد القديم علشان كده بنسميه من الأنبياء الصغار لأن السفر بتاعه صغير كلمة حجي أو حجاي كلمة حج بالعبري أو خج أو حج يعني أنك تزور الأماكن المقدسة أو أنك تعيد تنفع تبقى عيد أو الحج زي ما بيتسمى يعني هي كلمة عبرية طبعا وحجاي أو حجي يعني العيد بتاعي أو الحج بتاعي يعني حاجة بتاعتي أنا يعني المهم إحنا ما نعرفش حاجات كتيرة جدا عن النبي حجاي ما نعرفش عنه كلام كتير لكن نعرف عنه أنه كان كهن وكان موجود في السبي في البابلي ورجع من السبي البابلي ونسمع عنه على فكرة في صفر عزرة صح خمسة وبالإضافة للمعلومات قليلة جدا في الصفر اللي قدامنا اللي هو صفر حجاي ونعرف مثلا أنه بدأ خدمته النبوية كان كبير جدا في السن على فكرة لكن بدأ في السنة التانية زي مكتوب في الصح الأول في أول عدد في السنة التانية لداريوس الملك يعني تقريبا سنة خمسمية وعشرين قبل الميلاد يعني من ألفين خمسمية واربعين سنة من دلوقتي من وراء يعني خمسمية وعشرين قبل ميلاد السيد المسيح يعني بعد العودة من السبي بحوالي تمنتاشر سنة هنا بقى ده كلام مهم لأنه هو كورش الملك العظيم لما أمر بأن اليهود يرجعوا بقى من العبودية وبن السبي الفابلي كان الهدف الأساسي زي ما مكتوب في القرار بتاع الإمبراطور الملك كورش أنهم يرجعوا علشان يبنوا الهيكل الكلام ده كان قبل موضوع السنة التانية لداريوس بـ 18 سنة وحجاي كان موجود وبيشجع الناس والناس فعلا أول ما راحوا مباشرة بدأوا فعلا أول حاجة عملوها أنهم حطوا الأساسات للهيكل بنوا مسبح الأول أول حاجة عملوها بنوا مسبح على جبل الهيكل عشان كده اليهود النهاردة عايزين يبدأوا أنهم يبنوا مسبح على جبل المرية وبعد كده وبناء الهيكل ييجي بعدين ده صح ما فيه مشكلة ما دام على نفس الجبل وده اللي حصل زمان أيام زورو بابل وده اللي مكتوب في سفر عزرة كما كانوا متحمسين وبدأوا بناء مسبح وبعد كده بدأوا حفروا الأساسات ولقوا حجر الأساس وكان احتفال كبير جدا لأنهم يجدوا حجر الأساس وبعد كده الشغل بدأ يبقى بطيء 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 لكذا سبب من ضمنها حروبات خارجية طبعا من السامريين ومن العرب ومن ناس كتير لكن قعدوا 18 سنة الإنجاز قليل جدا لغاية ما ربنا بعت حجي أو حجاي النبي حجاي النبي كان شغلته الوحيدة هو في الحقيقة ربنا بعت اتنين حجاي وزكريا آه زكريا النبي اللي احنا درسنا يعني جبنا سيرة زكريا النبي في هذا البرنامج كتير جدا لأنه مهم جدا زكريا وحجاي جم وراء بعد حجاي الأول وبعده بكم سنة زكريا علشان يحمسوا الناس يحمسوا الناس أنهم يرجعوا تاني يهتموا بعملية البناء إذن كان البناء كان شغال أيام حجاي بدأ النبوة بتاعته دي حجاي واحد من أنبياء على فكرة هو بدأ يهتم جدا هو شخصيا بإعادة الكهنوت اللوي بدأ يدرب الكهنة ويدور ربلاويين وكان ليه إنجازات كبيرة جدا أقولكم معلومة لطيفة كلنا بنرنم دايما ونسبح بكلمة هللويا من أول واحد يستخدم كلمة هللويا في التسبيح والترنيم داخل كان حجاي النبي يعني معلومة طريفة علشان نفتكره باستمرار بدأ يدرب اللويين على التسبيح ويدور رب الكهنة على شغل الكهنة وبدأ يشجع الشعب على إنهم يبدأوا يبنوا تاني طيب ده كانت الهدف الأساسي إن الشعب يرجع ويهتم ببنى الهيكل لكن في النص كده وهو بيتكلم روح القدس رح خطفه كده يعني وخليه اتكلم نبوة شكلها غريب شوية هو ليه أربع نبوات في الإصححين يعني لو حضرتك درسته سفر حجاي هتلاقوا هو إصححين لكن فيه أربع نبوات أربع نبوات وكل نبوة تمت في معاد غير التاني فيه نبوة من النبواتين كان بدأ يخرج برا الموضوع ويقول كلام شبه غريب شوية نعرف بقى إن دي نبوة ليه علاقة بالمستقبل بقى زي ما هنشوف دلوقتي نبوة وعلى فكرة هو نص صعب في الإصححة التاني من سفر حجاي وهندرسه مع بعضنا في حلقتنا الحالية طيب هنروح مبارشات رد للنص اللي إحنا هندرسه هو الإصحة التاني هندرس مع بعض من العدد 6 إلى العدد 9 ودي جزء من النبوة التانية لحجاي جزء من النبوة التانية لحجاي هو بدأ النبوة كان بيشجع الناس وكان فيه ناس كبار في السن أكتر من 70 سنة يعني قبل ما يتاخدوا عبيد في بابل كانوا أصلا موجودين في أوروشاليم وشافوا الهيكل أول قبل ما يتحرق هيكل سليمان فلما بدأوا عملية البنى بدأوا يقارنوا بين هيكل كان فيه دهب وفضة وهم شوية ناس عبيد فؤرة يعني كانوا فؤرة جدا فبدأ جالتهم حالة إحباطه ده واحد من الأسباب اللي خلت الشغل يبقى بطيء فبدأ يشجعهم واللي همنا بقى هنروح مباشرة إلى العدد 6 من الصحة التاني لحجاي طيب يقول هكذا قال رب الجنود هي مرة هندرس الكلام ده صعب على فكرة التعبير ده في العبري مش سهل هي مرة بعد قليل فأزلزل السماوات والأرض والبحر واليابسة تعالوا ناخدهم آية آية كما تعودنا الآية مش سهلة الترجمة بتاعتها مش سهلة والصياغة بتاعتها صياغة نبوية يعني فيها لازم مترجم حتى يكون دقيق جدا في فهم الكلام العبري طيب هكذا قال رب طبعا يعني دي تعلمات من ربنا ودي دايما في النبوات المهمة نسمع التعبير ده وهنسمع التعبير ده مرة تاني ومرة تالتة في نفس الصح ده لكن التعاون نقف قدام هي مرة بعد قليل هي جملتين طبعا واضح حتى في العربي هي مرة بعد قليل جملتين وربعا وتعالوا ندريسها جملة جملة يعني الجملة الاولى هي مرتهم هي مرتهم ويد اهات ويد اهات بالعبر تعالوا ناخدهم كلمة كلمة الكلمة الاولى قد وعلى فكرة لو حد من حضراتكم فاكر معنا احنا درسنا الكلمة دي قبل كده في حلقة واحنا بنتكلم عن دراسة هشع تلاتة واحد اذهب ايضا احبب امرأة حبيبة صاحب وزنيها اذهب ايضا لو حضراتكم فاكرين كنا وقفنا عند كلمة قد وقلنا ان قد دي كانت ساعتها في هشع تلاتة ويد لك يعني المهمة للمرة التانية اذهب تاني اذهب تاني اذهب اجين لو حضراتكم كنتوا فاكرين معنا في الحالة بتاعت هشع تلاتة بيستخدم نفس الكلمة هنا بيقول هي مرتهم لكن في العبري قد اهات قد يعني تاني يعني انا هعمل حاجة تانية اذا الرب هنا بيتكلم بيقول ايه طيب اللي مكتوبة هنا ايات انا هعمل حاجة تانية طبعا هي كلمتين لكن الكلمة التانية احد او اخاد احد بالعبري يعني واحد بالعبري او اخاد ودي على فكرة الكلمة اللي متاخدة في الاذان الاسلامي او قوله والله احد دي مش عربي لأن العربي كان لازم يقول احد ايه احد الاليه لا هي كلمة عبري احد بالعبري يعني واحد فهو كان عايز يقول بالعربي قوله والله واحد وهو طبعا شما ازرائيل الصلاة اليهودية الشهيرة اللي فيها كلمة اخد او احد احد يعني واحد يبقى قود احد يعني انا هعمل مرة تانية بس مرة واحدة بس مش هيبقى فيه تالتة ده اللي عايز يقول ربنا التعبير اللي قدامنا دي هي مرة يعني انا هكرر حاجة عملتها قبل كده وهعملها مرة واحدة مش هيبقى فيه مرة تالتة ما ايه بقى اللي حصل قبل كده وربنا ناوي يعمله مرة تانية وهيبقى الاخيرة خلي بالكم ده التعبير النبوي ربنا بدأ يتكلم عن حاجة حصلت زمان شبهها وهتحصل مرة تاني في المستقبل وهتحصل وما ينفعش يحصل بعضية تاني ايه اللي حصل اه نرجع تاني لزمان على جبل سيناء في جبل سيناء لما الله نزل الشريعة لموسى على جبل سيناء نقرأ الكلام ده في خروج 19 وفي أزمور 68 نعرف بقى ان الجبل اشتعل بالنار وتزلزل اه ده المرة الاولى بتاعت زمان ايام موسى ما كان خارج من مصر هنا حصل ايه حصل تجلي للمجد الالهي بشكل خل الجبل يدخن مكتوب كده في خروج 19 كان جبل سيناء كله مش القمة بس يدخن من اجل ان الرب نزل عليه بالنار وصعد دخان الجبل كمثل دخان الاتون والجبل كله ارتعش وارتجف كله الجبل جدا في خروج 19 فإذا ده اللي حصل زمان لكن بعد قليل هيحصل وانا هرجع تاني للحتة دي بعد شوية هقول لكم ازاي نروح القدس في العهد الجديد اكد على هذا الفهم طيب وبعد كده يقول بعد قليل يبا هي مرة يعني ربنا زمان زلزل هنجيلها تاني بعدين دلوقتي فهي ربنا بيقول انا هكرر ده تاني بس هتتكرر برة واحدة اكبر بكتير ومش هيبقى فيه بعدها مرة تالتة بعد قليل اه تعبير بعد قليل مئته بالعبري ده تعبير مش معناه قليل ده مصطلح ده مصطلح خاص بايه مصطلح خاص بالايام الاخيرة خلي بالكم لو سمحت ركزوا معايا لان في بعض الناس يقولوا ده كان بيتكلم عن التجسد اه لا التجسد كان معروف هيتم امتى المجيء الاول الرب يسوع كان معروف انه هيتم امتى بسبب نبوه الدانيال وكان فيه ناس كتير جدا من ضمنهم طبعا حجاي النبي كان بيدرس النبوات وعارف ان الرب يسوع علشان هيتجسد لسه بقي حوالي خمسمية وعشرين سنة على الاقل على التجسد فما اكانش يقصد بالتجسد او المجيء الاول انه بعد قليل طبما ايه المقصود بتعبير بعد قليل اه بعد قليل تعبير كتابي عن المجيء الثاني عن المجيء الثاني ونهاية العالم الحالي وده كلام مهم جدا موعد المجيء الثاني ما نعرفش امتى وما ينفعش نعرفه امتى اظن حضراتكم عارفين كده كويس جدا يعني احنا كلنا عايشين بذات اهل العهد جدا عارفين كده لكن نعرف المجيء الاول المجيء الاول ما كانش غامض معاده لكن المجيء الثاني ممنوع حد يعرف ليه طبعا لان المجيء الثاني مرتبط بنهاية العالم واحداث مختلفة المجيء الأول كان مرتبط بالخلاص والصليب فقط لغير وفي الكتاب المقدس معروف كتير جدا في مواقف كتير يتقال عنه أنه بعد قليل يعني من أشهر المواقف في رؤية ستة عارفين مجموعة أنفس الشهداء اللي كانت تحت المزمح اللي كانت بتصرخ وبتطالب بالعدالة الإلهية بتحقيق العدل تقول عليهم النبوة اللي هو النفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله يقول أي يول في رؤية ستة إيه إنهم أعطوا كل واحد ثيابا بيضة وقيل لهم أن يستريحوا إيه بقى زمانا يسيرا هو نفس التعبير باليوناني اللي بيعكس بعد قليل العبرية اللي جات في حجاي هو الزمان اليسير حتى يكمل العبيد رفقائهم وأخواتهم العاتدون أن يقتلوا مثلهم كان ده موجود في رؤية ستة إذن المجيء الثاني في رؤية ستة اتكلم عن المجيء الثاني استريحوا شوية لغاية زمانا يسيرا زمانا يسيرا دي استمرت هادلنا في زمانا يسيرا من ساعة ما كتب حجاي النبي باللغة العبرية في السفر بتاعه لغاية النهاردة 2540 سنة وده برضو في المجيء الثاني دا يتسمى كده دايما نفهم المجيء الثاني كده ولو رحنا رسالة لعبرانين هيأكد لنا الفهم بتاعنا بتاع الرؤية العامة لحجة اتنين عبرانين 12 عندنا نص مهم جدا في عبرانين 12 بموضوع عبرانين 12 بيقارن بين موقف البشر الحاليين الناس العايشة النهاردة مش الناس العايشة في آخر الأيام تجاه دم الرب يسوع مقارنة بالشعب اليهودي ساعة جبل سينة ساعة جبل سينة لما ربنا ادى موسى الشريعة وربنا تمجد والجبل كان بيدخن وكان فيه زلزلة غير عادية يقول لنا الكتاب ان هم استعفوا يعني قالوا ايه دا الاله بتاعك يا موسى دا يعني اله جبار احنا مش عايزين اعفينا التعبير استعفوا اللي بنقراه في الكتاب المقدس يعني قالوا اعفينا احنا من احنا نتبع هذا الاله في العهد الجديد برضو في حاجتاني بتتكلم زي ما ربنا تكلم على الجبل في العهد القديم في جبل سينة في العهد الجديد يقول في عبرين 12-24 دم الرب يسوع يتكلم افضل من هبيل هنا بقى في ناس العهد القديم ما سمعوش الكلام طيب وفي العهد الجديد في ناس ما بتسمعش صوت الدم ناس مش عايزة تخلص ناس بتستعفي او بترفض دم المسيح طيب العهد القديم حصل ايه لما استعفوا غضب الله جدا وغضب الله سبب زلزلة والزلزلة وغضب الله والزلزلة قدوا اليه بعد شوية في البرية ان الرب اهلك هذا الجيل اللي خرج من مصر ما دخلش ارض كنعان ماتوا في البرية طيب وفي العهد الجديد في بعض الناس هترفض الدم الذي يتكلم طيب اين لا يحصل سيغضب الرب طيب وبعدين هيسكب الغضب بتاعه دلوقتي لا هيسيب الكل اللي عايز يرفض يرفض والعايز يقبل يقبل زي ما في القديم ساب الكل شوية برضو بس ده رمز في العهد اليد هيسيبهم لغاية امتى؟ لغاية يوم الغضب ايه اللي هيحصل في يوم الغضب؟ هتيحصل زلزلة غير عادية مش بس للجبل للخليقة كلها ولن ينجو الخطاء لن ينجو انظروا ان لا تستعفوا من المتكلم لانه ان كان اولاكا لم ينجو من ال... فخلي بالكم في ناجاه اللي هيرفض دم المسيح لن ينجو هو ده اللي بيقول هن وخلي بالكم لان عبرانين اتناشر بتخليني افهم حجاي اتنين صح طب ايه العلاقة بين الاتنين؟ ان في عبرانين اتناشر جاب سيرة حجاي هقرالكم عبرانين اتناشر يقول ايه؟ بيقول انهم انظروا ان لا تستعفوا من المتكلم النهاردة دم المسيح بيتكلم لكل البشر فالو سمحتوا ما ترفضوهوش لانه ان كان اولاكا لم ينجو الناس اللي استعفوا زمان ورفضوا كلمة الله في الشريعة زمان لما نزلت على جبل سيناء لم ينجو اذا ايه اللي هيحصل المرة دي؟ المرة دي هيبقى اصعب بكتير يقول فبالاولى جدا لا ننجو نحن المرتدين الناس اللي مش عايزين دم المسيح لن ينجو عن الذي من السماء لما ييجي ساعة الغضب وبعد كده تكمل بقى بتقولي الذي صوته زعز على الارض حين اذا خلي بالكم هو ده اللي بتكلم عنه حجاي لما قال عملتها مرة وهعملها مرة تاني بس اكتر زمان لما الناس رفضت صوت الرب خلى او مجد الرب خلى الجبل يعتز يتزلزل اما الان عندي وعد بقى قائلا اني ده كلام ده في عبرانين 12 يقول ايه اما الان فقد وعد قائلا الرب وعد فين الوعد ده بوجود في حجاي اتنين الاية اللي بندرسها النهاردة قائلا ايه اني مرة ايضا ازلزل للارض فقط بالي السماء ايضا اذا اعبرانين هنا بيقولي ان بيتكلم عن نفس الاية اللي بندرسها في حجاي اتنين بس اعبرانين روح القدس بقى بيفهمني ان اللي مكتوب في حجاي اتنين ليه علاقة بايه بالدينونة الاخيرة بنهاية الايام واحنا هنفهم كده من النص ده ده مش السبب الوحيد انا عندي ادلة كتير داخل وحنا بندرس النص كما سبق فرأينا في جبل سينة تزعزعت الارض وتزلزل الجبل سبب رعب للبشر رأينا كمان على فكرة والكلام ده موجود في اكتر من نص كتاب يعني اما القادم في المستقبل لن تكون هناك نجاح لان هيبه في زعزعة شاملة زعزعة كبيرة جدا مش هتصيب الارض بس وجبل بس لكن ده هتصيب الارض والسماء زي ما هنشوف دلوقتي وهيجي القضاء النهائي على كل من يرفض دم الرب يسوع كسبب وحيد للخلاص والفداء هنا بقى عبرانين بيأكد للفكرة ان حجاي اتنين في الحتة دي حجاي ما عادش يتكلم يشجع الناس بس انهم يبنوا ليه ده بدأ الروح القدس ياخده ويكلمه عن حاجة تحصل في نهاية الايام الرسالة للعبرانين تعلمنا بوضوح ان نبوة حجاي اتنين سبعة هي نبوة اخروية لها علاقة باخر الايام عن القضاء النهائي وعن الدينونة وعن مجد الرب في مجيئه الثاني عندما لن ينجو فيه احد من الرافدين صوت دم المسيح من ساعة ما تصلب لغاية دلوقتي في عبرانين 12 سبعة وعشرين يقول ايه فقوله مرة ايضا اه شوف ده الروح القدس في عبرانين بيقول ايه بيقول ان الروح القدس بيتكلم عن نفسه بيقول فالقول مرة ايضا اللي تقالت في حجاي اتنين يدل على تغيير الا ليه ربنا قال هعملها مرة وما فيش تالتة اه لقي من المرة دي الاشياء نفسها الخليقة هتتغير طبعتها مش هتبقى قابلة بعدها للزلزلة يقول كده في عبرانين 12 سبعة وعشرين قوله مرة ايضا يدل على ان هذا التغيير اللي هيحصل في المرة التانية تغيير الاشياء المتزعزعة كمصنوعة خليقة لكي تبقى التي لا تتزعزع سوف تتغير تتغير طبيعة عندما تتم نبوءة حجاي اتنين عندما تتم هذه النبوءة لما قال مرة ايضا عندما تتم المرة ايضا دي هتبقى طبيعة الخليقة ما ينفعش تتزعزع تاني ما ينفعش الجبل يدخن تاني ليه طبيعة الجبل هتتغير طبيعة الارض هتتغير وده هيحصل امتى هيحصل في المجيء الثاني لرب يسوع فالرب يسوع الرب هنا بيعلن انه كان له غضبين كبار في العالم غضب اولان تم على الجبل في سينة بعدما حرر الشعب الاسرائيلي ومرة تانية سوف يتم في نهاية الايام وهيبقى اشمل بكتير واكبر بكتير واهم بكتير ومش هيبقى ليه مرة تالتة علشان كده قال بالعبري هي مرة واحدة بس انا هعمل فيها كده تاني وده اللي يحصل في نهاية الايام هستأذن حضراتكم في فاصل قصير ونكمل دراسة تلك النبوة الشيقة جدا والصعبة جدا ولكن اراكم بعد الفاصل اهلا بكم احبائي المشاهدين والمشاهدات بعد الفاصل برحب بحضراتكم وحضرتكم وكنا بندرس النص الجميل والرائع وهو صعب شوية الروح القدس بيقول لحجاي مرة واحدة هعمل حاجة مرة المرة التانية هعمل حاجة كنت عملتها زمان وهتبقى المرة الاخيرة التعبير بالعبري معناه كده يعني المكتوب بالعبري معلش العربي هي مرة بعد قليل لكن بالعبري ويد اهات مئات هي يعني ويد اهات بقى ويد يعني ايه يعني مرة تانية هعمل حاجة تعملت ومش هتتعمل تالت وده هيتم امتى بعد زمان قليل وحنا درسنا مع بعض ان تعبير بعد قليل ده حاجة خاصة في الكتاب المقدس وجبتلكم مثال في رؤية 6 عن الايام الاخيرة وشفنا ازاي رسالة العبرانيين بتساعدني كمان رغم نص حجاي واضح وهنشوف دلوقتي في حاجات مكتوبة في النبوة دي في حجاي ماينفعش التم الا في المجيء الثاني لكن في رسالة العبرانيين 12 بيأكد لي هذا الفهم لما قال فقوله ايضا يدل على تغيير الاشياء المتزعزعة كمصنوعة لكي تبقى لا تتزعزع اذا اللي هيحصل في المرة التانية اللي جيدة ماينفعش فيه بفيه مرة تالتة لان فيه حاجات كتير هتتغير بما فيها طبيعة الاشياء نفسها طيب مرة واحدة ايضا وهي الايام الاخيرة سيصحبها تغيير وبعد كده انا عايز بس اختم بالآية رقم 28 في عبرانين 12 يقول لذلك ونحن قابلون اه يعني ايه بقى خلي بالكم ان الكلام ده مش كلامه بس ده كلام دي ليه اهمية خاصة لان المرة التانية دي اللي تحصل فيها تغيير كبير لها علاقة بكلمة يسميها الملاكوت لذلك ونحن قابلون ملاكوتا لا يتزعزع اه قبل تلك اللحظة اللي جاية كان كل حاجة ممكن تتزعزع كل حاجة اه كل حاجة كل حاجة زي ما هنشوف دلوقتي حتى السماء هتتزعزع طيب بعد المرة اللي جاية دي بقى بعد ما تحصل اللي هيتم فيها هينساك فيها غضب الله على من يرفضوا صوت دم المسيح الذي يتكلم لا هي بقى حاجة تاني مختلفة بقى ملاكوت لا يتزعزع ليكن عندنا بقى شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى لان الهنا نار اكلة ده اللي موجود في عبرانين 12 نعود بقى لنبوت حجي مرة تانية او حجاي مرة تانية لنرى كيف عبر عن النهاية او احداث المجيء التاني نبويا يقولي بقى طيب خلاص احنا خدنا وقت كفية في مرة اخرى بعد قليل ايه لا هتعمل يا رب قال فاوزلزل اه خلي بالكم في المرة الاولى زلزل ايه زلزل الخليقة زلزل الارض اه يعني اللي مكتوب في النص في الكتاب في كذا موضع كتابي ان الارض كلها تزلزلت حتى بلاد مقاب تزلزلت يعني في خروج 19 مكتوب ان جبل سينة هو اللي تزلزل لكن نعرف من مواضع اخرى ان اللي حصلت ساعتها كانت زلزلة للارض كلها طيب اللي جاي بقى لا فاوزلزل السماوات قبل الارض والارض والبحر واليابس يعني هزلزل كل حاجة لهذا الزلزل الشامل اه ده موضوع مهم ما تمش قبل كده يعني قبل كده عمرنا ما سمعنا ان السماوات تزلزلت لكن في المجيء الثاني في وقت تحقيق هذه النبوة سوف تتزلزل حتى السماوات وده تعليم كتابي الرب يسوع في ماتة 24 قال لنا الكلام ده للوقت بعد ضيقة تلك الايام تزلم الشمس والقبر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من الزماء وقوات السماوات طبعا فسر انت بقى قوات السماوات زي ما انت عايز ايه تتزعزع تتهزق هي الكلمة دي نفسها الكلمة بس باليوناني اللي جايف اللي تكلم عنها تتزلزل حجاي اتنين اه الرب يسوع علينا كده ان المجيء الثاني هيبقى غضب غير عاد الله حاليا يغضب لكن ما بيسكبش غضبه على البشر مستني فيه بقى يوم الغضب اه وفي لقى 21 يقول لنا تكون علامات في الشمس والامر والنجوم وعلى الارض هنيجي على الارض كرب امم بحيرة هجيلها بعد شوية والبحر والامواك تدق يعني كل حاجة هتتهز ازلزل السماوات على فكرة حجاي لما قال ازلزل كلمة ازلزل دي اللي هو الرعش رعش بالعبري يعني مش بس زلزلة هي جات منها كلمة زلزلة يعني كلمة زلزال اتشتقت منها لكن الكلمة نفسها اصعب كتير جدا هي بتتكلم عن حاجة غير عادية مش حاجة طبيعية زي الزلازل والبراكين اهتزاز بقوة ارتجاف فيه خوف الكلمة بتحمل معنى الخليقة هتبقى مرعوبة مش بس ظاهرة طبيعية وهتتموج بسبب الخوف والرعدة الارتعاد من ايه مش بسبب قوانين الطبيعة في اللحظة دي لكن بسبب مجد الرب وجلاله دبورة النبية في قضاءة خمسة بتتكلم بروح القدس وبتقول يا رب زي ما حصل زمان بخروجك من سعير بصعودك من سحراء أدوب الأرض ارتعدت الكرة الأرضية طبعا في خروج 19 كان بيكلمنا بس عن الجبل في سينة لكن الحقيقة الموضوع كان أشمل من كده بعد كده بقى دبورة النبية بالروح القدس بتتكلم عن اللي هيحصل للسماوات في المجيء الثاني المهم نروح للآية السبعة لأنها هتكمل بقى يبقى أول حاجة هتحصل في المرة التانية اللي جاية دي اللي هي في الأيام الأخيرة هيبقى فيه زي الكون هيترج السماوات والأرض بعد كده يقولي بقى وأزلزل كل الأمم وخلي بالكم لأنه هو ده الكلام النبوي اللي احنا عايزين ندقق فيه بقى أزلزل كل الأمم الأمم اللي هي إيه اللي هي الحكومات والدول والشعوب هاجيلها أعايز أشرحها دلوقتي هدي بعض التفاصيل فيها ويأتي مشتهى كل الأمم وخلي بالكم لعارف الآية دي مشهورة وناس كتير بيستخدموها وبيوعزوا عنها على إنها عن مجيء الرب يسوع لأ في خطأ في طب أنا ناقشها مع حضراتكم هدي لها وقت كفاية في دلوقتي فأملأها بلرب هيعمل تلات حاجات هيزلزل الخليقة بعد كده هيزلزل الكيانات السياسية الشعوب والحكومات وبعد كده هيحصل حاجة يأتي اللي بتسمى هنا يأتي مشتهى كل الأمم فأملأ هذا البيت إيه البيت إيه هو البيت ده الهيكل هابيت اللي هو الهيكل مجدا قال رب جنود حجي أو حجاي اتنين سبعة بيتكلم على إنه في المجيء الثاني سوف يكون بيت الرب مبنيا وموجودا في أرشاليم فوق جبل المريا وسوف يمتلئ بيت الرب مجدا ده اللي بتقوله الكلمة النبوية ده اللي بيقوله الكتاب المقدس حضرتك عايز تفصل الكلام ده رمزيا وتتأمل فيه زي ما انت عايز عايز تقبل كمان المعنى الحارثي برحتك مش عايز تقبله برحتك بس هو ده الحارث يعني رفضك لتحقيق النبوة لا يمنع النبوة وهقولك الخبر الكمان الأهم أن رفضك لن يمنع أو يعطل تحقيق النبوة ليكن الله صادق وكل إنسان كاذب هذه الآية بتكمل اللي هيحصل إيه بقى طيب تعالوا نروح بسرعة للحاجات اللي فيها لأنها فيها كلام كبير عايزة نقشو مع حضرتكم وزلزل كل الأمم ده زلزل سياسي ملوش أي معنى تاني غير الكيانات السياسية الحكومات السياسية في الأيام الأخيرة النظم والدول والحكومات المستقرة واللي احنا بنضرب بيها المسأل في القوة وفي الاستقرار هتتهز هزات غير عادية حجاي نفس النبي حجاي في نفس الإصحاح 2 بس آية 21 في آية 21 بيشرح أكتر يقول إني أزلزل السماوات والأرض وأقلب كرسية الممالكة هي نفس بس هنا بيشرحها أكتر كمان زلزلة الأمم فيها انقلابات لنظم الحكم في الأيام وعلى فاكرة كل ما بنقرف في الأيام الأخيرة هنشوف أمم بحيرة أمم بحيرة اللي قالها الرب يسوع التعبير ده الرب يسوع وليكن الله صادق تبدأ الأمم يبقى فيها غليان في حجاي 2 إلى 22 هيبقى فيه قلب للكراسي يعني نظم الحكم وأبيض قوة ممالك الأمم كل مملكة على الأرض لها مصدر قوة معينة سوف يباد مصدر القوة مش الأمة نفسها الأمة ما هتفضل زي ما هنشوف دلوقتي هتلعب دور مهم جدا ولكن مصادر القوة بتاعتها والجيوش بتاعتها كمان هتحصل تمر بظروف صعبة جدا يقول أقلب المركبات والراكبين فيها وينحطوا الخيل وراكبوها ده رمز طبعا رمز نبوي للجيوش كم ده موجود في آخر الإصحاح اللي احنا بندرسه في عدد 21-22 الرب يا سوعة أنا عايزة أكرر تاني أن الرب يا سوعة تحدث في لقى 21 عن الاضطرابات السياسية يقول كرب أمم بحيرة كرب أمم بحيرة من العلامات والتغيرات الصعبة والمهمة في الأيام الأخيرة هو انهيار النظم السياسية واهتزاز كل ما هو مستقر سياسيا ويعني يعتبر من ضمن المثل الأعلى اللي كل دول العالم بتحاول توصله كل ده هيتهز وهيبقى يرتعش في الأيام الأخيرة طيب الجزية دي مثلا حبيت أوضحها اللي بعدها صعبة بقى يقولي بقى ويأتي مشتهى كل الأمم ولما يأتي مشتهى كل الأمم هملأ هذا البيت مجدا قال رب الجنود طيب الصياغة العربية اللي موجودة هنا مش دقيقة عشان أكون صريحة مع حضراتكم وترجمة غير دقيقة المترجم اللي قام بالترجمة العربية اللي بين إيدينا تأثر جدا بترجمة الملك جيمس يعني البستاني وفن دايك وهم بيترجموا الكتاب المقدس العربي اللي قدامنا ده كانوا متأثرين بترجمة إنجليزي مشهورة اسمها ترجمة الملك جيمس لأن ترجمة الملك جيمس في الحتة دي كتبت كده The desire of all nations shall come فالمترجم العربي لأن التعبير ده بالعبر صعب هو كتل خيرهم طبعا هو فعلا بالعبر صعب فكتبها زيهم يأتي مشتهى كل الأمم ونبدأ بقى نقول الرب دي آية نبوة عن الرب يسوع ومدام قلنا ندربوة عن الرب يسوع ما نتخلاش عنها ببساطة لأ النص ما بيقولش كده النص بيقول إن كل الأمم هيجوا للهيكل البيت اللي بتكلم عنه ده بأغلى وأثمن العطايا والهدايا والكنوز وعلى فكرة الصياغة العرب دلوقت تنفع تترجم كده بس أنا كنت عايز النص يقول كده بوضوح زي ما النص العبري بيقول كده يأتي مشتهى كل الأمم بالعبري أهو موجود قدام حضراتكم على الشاشة أبايو هامدات كال هجومة يميم اللي هي الأمم خلي بالنا بقى معلش هاخدها كلمة كلمة الكلمة الأولى اللي هي بو بو وبو مش معناها يأتي لأ يمكن ينفع يترجم يأتي بس بصعوبة لازم الجملة ترغموا على كده لكن هي يحضر يؤتى بي يعني مش هو يأتي العربي يقولك يأتي مشتهى كل الأمم يأتي لأ هو يؤتى به فيها حد يعمله وحد يجيبه عارفين زي ايه في تكوين اتنين نفس الفعل تكتب جبل الرب الإله من البرية كل الحيوانات وكل الطيور فأحضرها إلى آدم مش جاءت إلى آدم لا الله أحضر الطيور والحيوانات علشان يديلها أسماء ليرى الرب ماذا يدعوها آدم في تكوين اتنين تسعتاشر ايوح يبقى ايزا ونفس الكلام عن حواء في نفس الصحة بعادة اتنين وعشرين أحضرها إلى آدم مش حواء اللي جات لكن الله هو اللي أحضرها وهكذا فيه أنا مش عايزة أجيه مش عايزة أخذ وقت كبير الفعل معناه تحضر حد يجيبها وهكذا وما ننساش ان الفعل جاء في بدايته حرف عطف فيه وقاو اي ان المجيء المجيء ايا كان مرتبط بالزلزلة يعني هتحصل زلزلة ويحضرون بدل ويأتي مش تها لا ويحضرون يعني ليه علاقة بالزلزلة يعني الزلزلة اللي هتحصل في كل الأمم هتخلي كل الأمم جايين وجايبين معاهم بيحضرون فيه حاجاتين برضا عايزة أقول لكم خلوا بالكم منها الفعل ده جاه في صياغة جمعة جمعة مش مفرد في العبري جات كلمة جمعة يوبايو يعني يعني ايه يحضرون مش يأتي طبعا المترجم اضطر يغير الفعل من الجمعة للمفرد علشان يلبسها للرب يسوع نتكلم بونتها الصراحة لا الكلمة يحضرون يعني فيه حاجات كتيرة جدا هتيجي يأتون كتير سيؤتى بهم بهم مش به الرب يسوع ما يتقلش عليه بالجمعة الرب يسوع لما نقول جه او هيجي يبه هو هيجي مش هيجه لا ما تنفعش هيجه الرب يسوع ما يتقلش عنه كده فالترجمة الحرفية لازم تكون وسيحضرون اشياء كثيرة لغويا النص اللي قدامي بيقول كده طيب بعد كده يقول مشتهى ماشي يبه هم هيحضرون حاجات كتيرة ايه الحاجات الكتيرة دي هي المشتهى اه وطبعا كلمة مشتهى الكلمة دي يعني ما تترجمش مشتهى يعني احنا ترجمناها هنا مشتهى لكن في الحقيقة هي مش مشتهى على الاطلاق هي كلمة نبوية مهمة وبالذات الاحداث الهيام الأخيرة هتجينا ان شاء الله لو ربنا ادينا طولة عمره وتقالنا ومجاش واحنا بندرس ضد المسيح شخصية ضد المسيح الانسان مش اي حاجة تاني ضد المسيح ده انسان هندرس كلمة مشتهى دي لان ليه علاقة بي جات عنه وبرده كلمة صعبة كلمة مشتهى جات من فيه فعل عبري والفعل عبري خمد خمد يعني بيحب واحد عايز حاجة خمد بالعبري لا تشتهي بيت قريبك ولا تشتهي امرأة قريبك خروج عشرين خمد ده الفعل موجود هنا يطلع منها اسم وهذا الاسم هو ايه اه ده اسم اسم الحاجة اللي بنشتهيها ايه لقى الاسم ده خميد خميد طب خميد يعني ايه خميد يعني حاجة بنشتهيها هتقول لي طب ما هو جات من فعل يشتهي وخميد حاجة نشتهي اه بس حاجة اتنين ما استخدمش كلمة خميد حاجة ورغم ان كلمة خميد دي موجودة في الكتاب المقدس ست مرات معناها ايه معناها المشتهى طب اللي موجود خميد طب اللي موجودة في حاجة اتنين خميد لا اللي موجودة في حاجة اتنين مش خميد مال ايه كلمة تانية مؤنسة خمدة خمدة ايه خمدة دي ودي موجودة 18 مرة في الكتاب المقدس ايه خمدة دي خمدة مش معناها مشتهى على اطلاق مال معناها ايه معناها اجمل حاجة اعظم حاجة the quality not the desire يعني خلي بالكم الكلمة اللي جات هنا الكلمة اللي جات في حجاي اتنين مش خميد خميد معناها المشتهى لكن اللي جات حاجة تانية خمدة خمدة غير خميد خمدة معناها ايه بالعبري دي كلمة معروفة اجمل حاجة وعلى فكرة تيج جات في الكتاب المقدس اه 18 مراجعات كتير جدا في الكتاب المقدس طيب الترجمة ايه مرة تترجم عن الانية يقولك الانية السمينة طب عن المتاع المتاع السمين طب البيوت البهيجة طب الملابس الفاخرة يعني كل حاجة العظيمة اه يعني مثلا ايه عن ضد المسيح ويزبي الى مصر الهاتهم مع مسبوكاتهم عن ضد المسيح في دانيال 11 وانيتهم الثمينة مش المشتهية الثمينة الانية السمينة اه تستخدم كده الانية السمينة اه موجودة في عزرة 8 اه وانية منه حاس سقيل جيد ثمين ثمين كالذهب ما قلناش مشتهى يبقى الكلمة دي يعني الغالي يعني الثمين لو لو الملابس مثلا تبقى ايه تبقى الملابس الفاخرة ها لما تيجي عاد الملابس تبقى الملابس الفاخرة ما تبقىش الملابس اللي بنشتهيها لكن الملابس الفاخرة موجودة او المتاع الفاخر اه وهكذا البيوت البيوت البهيجة زي في حسقيال 26 يهدمون بيوتك البهيجة في حسقيال 26 الملابس على فكرة استخدمها ابونا استخدمها روح القدس في تكوين 27 اخذت رفقة سياب ابنها عيسو السياب الفاخرة خميدة الفاخرة يبقى اذا مش معناها مشتهى الفاخر يبقى هذه الكلمة لا تترجم بالمشتهى ولكن تترجم بالفاخر الغني الغالي العظيم السمين البهيج المبهج لكن مش المشتهى فنرجع تاني بقى للنبوة اللي قدامنا ونعرف من النبوة اللي قدامنا ان هم هيجيبوا حاجات كتيرة كلها فاخرة التعبير اللي احنا بنقول وعلى فكرة الرب يسوع مش مشتهى يعني الناس اللي مسكين الاية دي ويقولوا يأتي مشتهى جميع الامم نبوة عن الرب يسوع من امتى الرب يسوع مشتهى ارجعوا يا جماعة لاشعية 53 وندقق في كلمة الله يقول عنه روح القدس عن الرب يسوع في النبوة الشهيرة جدا نبت قدامه كفرخ وكعرق من ارض يابسة لا صورة له ولا جمال فننظر اليه ولا منظر فايه فنشتهي الرب يسوع في المجيء الاول مكانش موضوع شهوة البشر ولا شهوة الامم لا منظر فنشتهي الروح القدس بيقوله هو واستخدم هنا الفعل خمد اه اللي انا قلتلكوا عليه هو اصل الكلمة اه لانه محتقر ومغزول من الناس هو رجل اوجاع ومختبر الحزن كمسطر عنه وجوهنا محتقر مش مشتهى فلم نعتد به الرب يسوع بحسب نبوس اشعية 53 اول فقرة عدد 1 و 2 و 3 الرب يسوع مش مشتهى كل الامم والاية ما بتقولش ويأتي مشتهى كل الامم لا ويحضرونا كثيرا من الكنوز الفخمة اللي جاية من كل الامم وعلى فكرة لو حضرتكم رحتوا لأي ترجمة انجليزية هتلاقوا معظم الترجمات كتبت الكلام اللي انا بقوله ده يعني الموضوع واضح النص العبري قبل كل شيء واضح بعد الشيء النص لا يقول ان الرب يسوع هو اللي مشتهى ولكن يقول ان جميع الامم سيأتون بي سيحضرونا اغلى واسمن وافخم وابهج ما لديهم من كنوز وممتلكات كي يقدموها عطايا للهيكل موضوع هذه النبوة واستاذن حضرتكم انا عايز اوريكم كمان الترجمة العربية في التناخ عند اليهود كواستنين بعارفين النص العبري مكتوب ازاي ولكن انا استهزم حضرتكم في فاصل قصير ونكمل بعد الفاصل اراكم على خير اهلا بحضرتكم اهلا بحضرتكم احباء المشاهدين والمشاهدات حضرتكم وحضرتكم كل اصدقاء البرنامج برحب بحضرتكم بعد الفاصل وكنا بندرس النبوة اللذيذة والشيقة والجميلة فيها تفاصيل كتير على فكرة لها علاقة بالواقع اللي احنا بنعيشه لان احنا دخلنا في زمام تحقيق النبوة هذه النبوة فيه تلات مدارس لتفسيرها عشان انعارف في مدرسة هتاخدها بالمعنى ان ده لي علاقة بالهيكل التاني طبعا اللي بيقول كده النص كله هيتبهدل معاه لا ينطبق على هيكل زرباب الخالص تمام ولا التعبيرات المستخدمة لا علاقة بهذا الموضوع لكن فيه ناس تاني مدرسة تانية بتقول ناخد المعنى الرمزي التطبيقي ونتأمل فيه ونعيش فيه بنا منها وهي المدرسة التالتة وهي ماذا قصد الروح القدس حرفيا لا يجب ان نتجاهل فكرة الله حتى لو كان البديل شكله حلم لان الله عايزنا ناخد كلماته بشكل جاد طيب انا كنت بتكلم مع حضراتكم على ويأتي مشتهى كل الامم ووريكم التناخ اللي هو العهد القديم العبري بتاع اليهود بيسموه التناخ وده طبعا زي بتاعنا بزبط مفيش اي اختلاف طبعة 1917 ما انتو شايفين كده بتكلم عن الحاجات الامور اللي عند الامم هتيجي هتيجي يعني يعني ما تخافوش هيك الايام الاخير هاي بمليان مجد لانه كل امم العالم هتأتي ستحضر كلمة تحضر دي ادق شوية ستحضر كنوز وعطايا وتقديمات وهكذا طبعا ترجمات انجليزي كتير جدا لو حضرتك لو حضرتك رحتوا للانجليش ستاندرد فيجن سو ذات زا تريجرز اوف اول نيشنز شال كومن اه مش بتكلم عن مسيح بتكلم عن كنوز كل الامم الانجليش ستاندرد فيجن واحدة من ادق الترجمات في العالم حاليا يعني اه وهكذا الكريسشن ستاندرد بايبل انا مش عايز اخد وقت اكتر من كده لكن رجعوا حضرتكم بالترجمات الانجليزي يأتي مشتهى اه طبعا فيه ترجمات بناء على اللي عملته كينج جيمس اه كل كينج جيمس القديم وجديد بيعملها زي العربي حاليا لكن المشكلة بحسب ما اعتقد انه ان كينج جيمس اتأثرت بالفولجاتا اللي عملها القديس جيروم واللي كتب فيها هذا الكلام المهم ولكن النص لا يقول هذا النص العبري لا يقول هذا والسياق ما بيقولش كده طيب اذا الامم هتيجي بالكنوز بتاعتها تقدمة وعطايا للهيكل اللي هيكون موجود ومبني على جبل الهيكل جبل مرية في ارشاليم ايه اللي يحصل يقولي بقى ربنا يقولي بقى فاملأ هذا البيت مجدا لا يمكن ان يكون المقصود هنا هو هيكل زوربابل الهيكل التاني املأ هذا البيت مجدا هيكل زوربابل ما اتملاش بالمجد هيكل زوربابل على الفكرة كان متواضع جدا مصدر مجد هيكل زوربابل مش الدهب ولا الفضة ولا العطايا املأ ايه ان الرب يسوع شخصيا لما كان متجسد بالجسد على تلك الارض دخل هذا الهيكل ها جميل جدا كان مجد حضور الرب المتجسد في الهيكل الارضي يفوق اي مجد في الدنيا لكن ما كانش فيه اي مجد مادي هيكل زوربابل ارتبط بالنعمة مش بالمجد سبب مجيء الرب يسوع الاول لكن هيكل الايام الاخير لا ده موضوع تاني هيكل الايام الاخير موضوع تاني بعد كده يقول لنا حجاي النبي قال رب الجنود اه يعني ده كلام رب الجنود مش كلامي نروح للآية التامنة لان فيه بعض التفاصيل عايز اشارك حضراتكم وهي تفاصيل مهمة ولا علاقة بنا احنا كمان لان انا اؤمن تماما ان احنا بدأنا ندخل في تلك الايام دخلنا نقربنا من تحقيق هذه النبوات دخلنا في دايرة تقترب جدا من مجيء الرب يسوع التاني يقول لانه لي الفضة ولي الذهب يقول رب الجنود نعم للرب كل الاشياء زي ما قال الايوب في الماضي ما تحت كل السماوات هو ليه احنا بننسى الحقيقة دي بعملين نفتكر ان احنا رب فقير وبيت الرب فقير لا ده هو الله هو اللي بيمتلك كل هذه الاشياء ربنا قال كده الايوب 41 وفي مزمور خمسين يقول لنا المرنم ان الله بيمتلك كل شيء لان ليه حيوان الوعر وليه البهائم على الجبال الالوف حتى طيور الجبال ووحوش البرية عندي بعد كده يقول ليه الروح القدس لان ليه المسكونة وملقها ليه المسكون الله بيمتلك كل شيء ما ننساش كده نعود للنبوة يعني لكن انا عادي اصلا الفكرة مهمة ان احنا حيانا بنفتكر ان الحاجات دي هي شر والحاجات دي مش بتاعت ربنا لا الله هو وهو اللي بيوزعها وهو اللي بيكلف البشر بها بعد كده لما بيقول ربنا لأنه ليه الفضة وليه ذاب ده تأكيد على ويأتي مشتهى كل الامم يعني كل الامم يحضرون كنوزهم الرب يقول ان مجيء الامم بكنوزهم لا يعني ان انا هبامديون ليهم ولا هم جايبين الحاجات دي فضلا منهم لا دي الحاجات دي بتاعتي اصلا لان كل الفضة وكل الذهب هما ليه وحدي انا المالك لصروات العالم نقطة تانية هنا برضو مهمة في الكملة دي ان ربنا بيخاطب الامم وبيخاطب شعب الفقير شعب الرب فقير ما يدرش يعمل تاني زي سليمان ما عمل هيكل من الدهب لكن ربنا بيقوله ولا تقلق انت العطاية بتاعتك والتقديمات بتاعتك اللي هي بسيطة جدا ما بتفرقش معاي حاجة انا بفرح بيها لكن مش هفرح بالدهب ليه لانه ببساطة انا لعندي الغنى انا امتلك كل الذهب وكل الفضة من الطبيعة ان تكون الفضة والذهب هي رموز للصروة والصراء والغنى والقدرة الانسانية لكن في الكتاب المقدس هي ايضا رمز للبركة الالهية ما هي الشر طيب هروح للآية 9 عشان مش عايز اخرج في الموضوع ده كتير ونروح للنبوة بتاعتنا لان عندنا لسه آية فيها كنوز في الآية 9 يقول وده برضو تعبير نبوي مهم وناس كتير بيستخدموه دي تاني آية في سفر حجاي بتستغلق بعدم دقة زي ما يأتي مشتهى كل الامم نيجي الآية 9 مجد هذا البيت الاخير يكون أعظم من مجد الأول قال رب الجنود وفي هذا المكان اعطي السلام يقول رب الجنود يبقى الآية دي فيها حاجتين مجد البيت هنشوف اللي قاله ايه ربنا اللي احنا بنقوله ان بيت مجد البيت الاخير هاي بحسن من مجد البيت الاول ربنا ما قالش كده طبعا او انا مش عايز اقول ايه اللي بيتردد في العزات وفي الكتب والمقالات تعالوا نروح للكتاب المقدس نفهمه اكتر في الحقيقة ان هذا النص في الاصل العبري لا يتحدث عن بيت اخير وبيت اول وكأنه فيه فرق بين بيت اخير وبيت اول لا الكتاب ما بيتكلمش هنا في العبري عن بيت اخير وبيت اول وعلى فكرة ترجمات انجليزية فهمت كده كتير الانجليش تاندرد فيرجن على الشاشة ايه بيقول ايه المجد الاخير للبيت ده هيبقى اعظم من المجد الاول المجد هو اللي فيه اول واخير اما بيت الرب فهو واحد مفيش بيت ورجعوا لك وده اربيه قدامكم النص لا يتحدث عن بيت اول وبيت اخير النص يتحدث عن مجد اول لبيت والمجد تاني لنفس البيت مش المقارنة بين بيتين الترجمة الادق هحطها على اليمين والشمال هنا الترجمة الحالية بتقول ايه مجد هذا البيت الاخير يكونه اعظم من مجد الاول طب الترجمة العبري الدقيقة بقى عظيما سيكون المجد الاخير لهذا البيت اكثر من المجد الاول عظيما سيكون المجد الاخير المجد هو اللي يختلف المجد اللي حصل ايام سليمان ده مجد حلو وعظيم لكن هيبى فيه اعظم منه لان عندما يأتي من هو اعظم من سليمان ويدخل هذا الهيكل ده اللي عايز يقوله روح القدس اعتقد ان هذه نقطة محورية في فهم نصوص الكتاب المقدس المتعلقة بالهيكل فيه نصوص كتير جدا في الكتاب المقدس بتكلم عن الهيكل عن بيت الرب لكل ما احنا فهمين ان فيه ان الحجارة بتحدد اذا كان البيت ده بتعرف بنا ولا اقا يبقى مش هنفهم فيه بيت وحدكم مثال لقطة كده برضو كتابها حاجة اتنين لقطة تساعدنا ان احنا نفهم في حاجة اتنين عدد تلاتة فيه ايه بيقول ايه حاجة بيكلم الناس اللي بيبنوا بيقول من الباقي فيكم الذي رأى هذا البيت في مجده الاول هذا البيت طب انت بتشاور على ايه بيشاور على البيت اللي انتو بتبنوه طب ما ده مش هذا الباوت هو ده بيت جديد لا مش بيت جديد هذا البيت في مجده الاول كيف تنظرونه الان اما هو في عيونكم كلا شيء خلي الاية دي على شاشة بصولها كواس كده هو فيه بيت اول وبيت تاني لا البيت الاول بنظر نحنا اللي اتهدوا ونبوخة تنصر ازالوا من الوجود هو نفسه هذا البيت اللي كان انظروا بابل والمجموعة اللي معاه بتبنيه لكن المجد الاول والمجد الاخير اه ينفع لكن البيت الاول والبيت التاني والبيت الاخير ده مش صح هو بيت واحد هيكل سليمان او الهيكل الاول كان له مجد الهي لان حل فيه مجد الرب وهيكل سليمان او الهيكل ونفس الهيكل برضو او الهيكل التاني ليه مجد افضل لان البيت ما هيكل زروا بابل لان الرب بالجسد دخل فيه وفيه هيكل تالت هو نفس البيت ايضا ما نقولش بقى بيت اول وبيت تاني وبيت اخير لكن هيبقى ليه مجد غير عادي في المستقبل كلمة المجد كابود او خابود عارفين ايه خابود قد زال المجد يعني موضوع تاني كده خابود بالعبري يعني مجد او كابه انا على فكرة درسنا الكلمة دي في حلقة من الحلقات جاية من الكبد او السقل السقل العزة والشرف والكرامة التقيلة درسناها اعتقدو احنا بندرس مزمور سبعة وتمانين قد قيل بك امجاد يا مدينة الله سقل يعني حاجات عظيمة تقيلة ومعنى غنى تنفع برضو كان ابرام غنيا كبد غنيا جدا في المواشي والذهب في تكوين 13 وتنفع في الكرم اه طبعا شاكيم ابن حابور كان اكرم كان كبد جميع بيت ابي في شرف في كرامة وهكذا يعني احنا درسنا هذا الكلام في حلقة من حلقات هذه السلسلة فالامجاد تعني السقل المجد في كل شيء في الغنى وفي الجمال وفي الشرف وهكذا مجد هذا البيت الاخير يكون اعظم من مجد الاول لا يعني هيختلف في ايه طبعا كلمة التفضيل على فكرة كلمة التفضيل اللي موجودة هنا جادول جادول اعظم ودي برضو درسناها اكتر من حلقة جادول يعني اعظم في كل حق اعظم في الكمية والارتفاع والاهمية والصلابة والنوع والحجم والعدد جادول تشمل كل شيء يعني مجد البيت المجد الاخير لبيت الرب الهيكل سيكون اعظم في كل حاجة عظيما في كل شيء استخدام كلمة جادول هنا تديني هذا الاحساس وكل اهه بقى كلمة عن المجد الاخير يعني خلي بالكم هيكل زوربابل لما حصل فيه مجد ده حصل مجد زمان من الفين سنة الرب ياسوع دخل وبعد كده الهيكل نفسه تكسر وجيه تيتوس ازاله من الوجود برضو زي ما حصل مع هيكل سليمان لكن الكلمة هنا بيقول لي كلمة الاخير المجد الاخير عايزة افقد ده بحضراتكم عندي كلمة الاخير اخرون اخرون بالعبري هي نفس كلمة اسكتولوجي اسكتولوجي باليوناني وهو الايام الاخيرة هذه النبوءة اخروية استخدام كلمة اخرون هنا بيبقى بيتكلم عن نهاية الشيء نهاية الشيء كلمة اخرون واستخدامتها في الكتاب المقدس بتدي هذا المعنى كلمة اخرون هنا صيغة صياغة خاصة جدا فيها الف ولام مثلا يعني صياغة صياغة معينة تلك الصياغة موجودة في الكتاب المقدس حوالي 12 مرة حديكم مثلا عشان يتفهم منها يعني اخرون في تسنية 29 فيقولوا الجيل بصوا القصة ايه طيب هقولوكم الحكاية ايه من الاول كان في جيل سمع الوصية وتعب واستعفى ومش عايز وجي بعد جيل تاني حاول وسقط ورفض وجيل تالت ورابع وخامس وسادس ومازال غاية النهاردة في جيل من اليهود هيفضل اليهود كده الى مالية النهاية ولا هيأتي وقتها بالجيل الاخير طبعا سيأتي وقتها يكون هناك الجيل الاخير هذا الجيل الاخير اللي ما حصلش لغاية النهاردة بتتكلم عنه نبوة في تسنية 29 يقول ايه بقى فيقول الجيل الاخير ليه الرب عمل فيكم كل ده عبر التاريخ لان طبعا حما غضب الرب على اليهود زي ما احنا شايفين اذا كلمة الجيل الاخير هو اخر حاجة مفيش بعدها حد هيجي لما استخدم كلمة اخرون عشان اوصف الجيل الاخير يبقى مفيش جيل تاني بيتكلم عن جيل لن يأتي بعده جيل اخر هو جيل اخروي فلما يتكلم الكتاب مخادسين عن المجد الاخير يعني المجد اللي مفيش بعده مجد تاني نهاية العالم وقد تعمد الكتاب المخادس ان يحط كلمة اخرون دي مقابل كلمة تانية اللي هي ريشيون وريشيون معناها الاول المهم اذا النبوة هنا بتتكلم عن حدث اخروي حدث هيتم في اخر الايام ايه اللي هيتم في اخر الايام مجد الرب زوف يتجلى على هذا البيت بشكل هيبقى زي ما الغضب هيبقى اخر غضب زي ما التزلزلة هتبقى اخر زلزلة زي التغيير هيبقى اخر تغيير برضو المجد هيبقى اخر مجد ولن يحدث امر اخر فيما بعدها في ذلك الزمان الحالي عشان كده استخدم بكل وضوح في تلك الاية التسعة كلمة اخرون كلمة اخروية وبعد كده يقول حاجتين عايز اركز معاكم فيهم ونقفل بيهم الحلقة وفي هذا المكان اعطي السلام النص العبري بالفعل يقول هذا المكان هذا بيستخدم تعبير هذا اوبام مكويم هذا هذا وكأنه بيشاور كأنه بيشاور ودي للتأكيد على انه بيتكلم عن حاجة حرفية النص العبري بيقول هذا المكان او المكان هذا وكأنه بيشاور على مكان موجود بالفعل الكلمة العبرية بتعني المكان اللي وقفين عليه يعني اصل الفعل اللي استخدم هنا كلمة المكان اصلها قم وقم بالعبري يعني يقف يعني المكان اللي انا بقف عليه وتتنفع المدينة وينفع الهيكل في الغالب بيتكلم عن المدينة عن مدينة اوروشاليم في هذا المكان يعني في مدينة اوروشاليم او في جبل الهيكل في هذا الجبل في هذا الهيكل هأعطي السلام حرف الإشارة هذا بيؤكد أن اللي كانوا بيسمعوا النبوة كانوا عارفين وبيتكلم عن إيه إحنا قلنا الكلام ده وإحنا بديد اسمه مزمورة 74 أذكر جماعتك يا رب التي قنيتها منذ القديم جبل صهيون هذا الذي سكنت فيه إحنا درسنا هذه الآية وإحنا بنتكلم عن جبل صهيون هذا هو نفس الصياغة بالضبط برضو بيتكلم عن جبل الصهيون أو عن أوروشاليم وبيستخدم هذا معناها ده معنى مش رمزي ولكن ده معنى حرفي يقول وفي هذا المكان حرفيا أوروشاليم أنا هأعطي السلام أخيرا الله سيعطي السلام للعالم السلام لم يعطى للعالم السلام لم يعطى العالم من قبل وعلى فكرة كلمة شلوم معناها سلام لأن المترجمين كتير هنا حابوا يخلوها بروسبيريتي ازدهار رفاهية أي حاجة تانية وخلص لكن لا الروح القدس يتحدث عن السلام والسلام معناها كان في قبلها حروب وصراعات وحروب وصراعات معناها في الواقع اللي احنا بنعيشه ولكنك انت لما تقرى عبر تاريخ تاريخ اليهود مش هتلاقيهم دخلوا في خلال الـ 2500 سنة الأخيرة حروب هم ما دخلوش حروب هم ما تعرضوا لضربات لكن هم ما دخلوش حروب إلا من بداية من سنة 48 دخلنا في عصر الحروب افتقاد السلام فأي مفكر أو أي مفسر كان عايش قبل 48 مش شايف يعنيه السلام يعني فممكن نخليها هم ناس غلابة طب نخليها لهم بروسبيريتي لكن لا بيتكلم عن الأيام الأخيرة والأيام الأخيرة اللي حضراتكم عايشينها دلوقتي اللي احنا عايشينها النهاردة ايه أكتر حاجة لعالم محتكها بالذات الشرق الأوسط السلام في الشرق الأوسط وسوف يفشل البشر في عمل سلام في الشرق الأوسط وكل ما يقولوا سلام سلام لن يأتي سلام وسيأتي ضد المسيح ويحاول يقنعهم بسلام مزيف وسوف يفشل فيما بعد ولكن سيأتي الرب في النهاية ومن خلال الهيكل ومن خلال أوروشاليم سيعطي سلاما نبويا توجد علاقة وثيقة بين الهيكل في أرشالين بحسب نبوط حجاي 2 وبين السلام الدائم اللي احنا بنبحث عنه في الشرق الأوسط بالذات في الصراع بين اليهود وبين العرب والمسلمين لن يكون بناء الهيكل في الأيام الأخيرة في أرشالين سبب حروب ده اللي مكتوب هنا هو ولكن سيكون سبب بركة وسلام تقول الكلمة النبوية هذا في حجاي 2 والكلمة النبوية لا تسقط إذن الهيكل عندما سيبنى في الأيام الأخيرة سيكون سبب سلام ولن يكون سبب حرب وسوف تتم هذه النبوات يعني أنا عايز أقول لحضراتكم أنه لا يمكن أن تسقط النبوة لا يمكن أن يسقط حرف واحد من النبوة النبوة تسعى إلى السلام وليس إلى الحرب في تفاصيل كتير لها علاقة بالهيكل وأنا في نهاية الحلقة دي عايز أقول لحضراتكم لأنه جات لي رسائل كتير خلال الأسبوعين الأخرانين الناس كتير عايزة تعرف طب الهيكل هيتبني إمتى وهيتبني إزاي وهيتبني فين وهو جاهز ولا مش جاهز احتمال هنتعرض لبعض التفاصيل دي وإحنا بندرس نصوص معينة لكن عايز أقول لحضراتكم أن برنامج أقوال النبوة هدفه الأساسي هو دراسة النصوص الكتابية يعني إحنا بنستغل قضية الهيكل وبنحاول نقرأ أكبر قدر ممكن من نصوص الكتاب المقدس التي تتحدث عن الهيكل ونحاول ندرسها مع بعض وده الهدف الأساسي لكن طبعاً وإحنا بندرس تلك النصوص بنتطر نتعرض إلى قضايا كتير قد تجيب على بعض أسئلة حضراتكم وانعتقد في الفترة القادمة هيبع عندنا بعض الحلقات اللي هتجيب عن بعض هذه الأسئلة ولكن عايز حضراتكم ما تنسوش تمسككم بالهدف الأساسي للبرنامج وهو دراسة إصحاحات وفقرات ونصوص نبوية صعبة من الكتاب المقدس وأراكم على خير في الحلقة القادمة من برنامج أقوال النبوة انت أن الرب ولم يأتي